الحمد لله الذي كان بعباده خبيرًا بصيرًا تبارك الذي جعل في السماء بُروجًا وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاتِه ولا تموتُن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدًا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءًا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِيع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيما أما بعدُ عباد الله لقد تكلمنا في الخُطبة الماضية عن فتنة القبر ووعدنا أن نتكلم في هذه الخُطبة عن أحوال يوم القيامة وأولًا فإن يوم القيامة يومٌ عظيم تكلم عنه الله تبارك وتعالى في كتابه وبيَّن عظم هذا اليوم وأنه يومٌ عبوسٌ قمطريرًا قال الله عز وجل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيءٌ عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعةٍ عما أرضعت وتضع كل ذات حملٍ حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وقال الله عز وجل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش إلى آخر الآيات وقال الإمام القحطاني رحمه الله عن شر ذلك اليوم يوم القيامة لو علمت بشره لفررت من أهلٍ ومن أوطاني يومٌ تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان يومٌ عبوسٌ قمطريرٌ شره في الخلق منتشرٌ عظيم الشاني والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان يومٌ يجيء المتقون لربهم وفدٌ على نجبٍ من العقياني يومٌ يجيء فيه المجرمون إلى لضا يتلمَّظون تلمُّظ العطشاني فيوم القيامة يا عباد الله يومٌ عظيمٌ يحتاج منا إلى عملٍ وإلى استعداد وأولُ ما يكون في ذلك اليوم أن الله تبارك وتعالى يبعث الخلائق من القبر وهذا في النفخة الثانية ونُفِخ في الصور فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرٌ يُعِيدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْخَلْقَ وهي إعادة كما بدأنا أول خلق نُعِيدُه وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلٍ الله يبدأ الخلق ثم يعيدُه فالقيام من القبور إعادةٌ للخلق قال الله عز وجل وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يُحِي العظام وهي رميم قل يُحِيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلقٍ عليم فيُعِيدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَرْوَاحَ إِلَى الْأَجِسَادِ ثُمَّ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَيَحْشُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْنَّاسَ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا أما حُفَاتًا أي من غير نعالٍ ومن غير أخفاف وعُرَات أي أن جسمهم عارٍ تمامًا وغُرْلًا والأغرلُ هو الذي لم يُخْتَن أن يعيدُهم الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَمَا كَانُوا تمامًا فقالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجال والنساء معًا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك يا عائشة أي أن الأمر أعظم من أن ينظر الرجل إلى المرأة أو تنظر المرأة إلى الرجل يوم يفرُّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئٍ منهم يومئذ شأن يُقنيه هذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ثم بعد ذلك تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل وقيل هو ميل المسافة أو ميل المسافة وقيل أنه الذي يُؤخَذ به القُحْل أي ميل المكحل تدنو الشمس من الخلائق حتى إن العرق يتفاوت بين الناس على حسب أعمالهم فمن الناس من يكون العرق إلى كعبيه ومن الناس من يكون العرق إلى رُكبَتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يُلجِمه العرق إلجامًا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هناك ظل لله تبارك وتعالى يُظِلُّ به من يشاء من عباده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يُظِلُّهم الله يوم لا ظِل إلا ظِلُّه وذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتد الحر بالناس ويكون التعب على الناس شديدا ثم يأتي الناس إلى الأنبياء ليشفعوا عند الله تبارك وتعالى ببدء الحساب فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر ويذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر وإلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر إلى أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها فيقوم ويسجد تحت العرش ويدعو الله تبارك وتعالى ويشفع عند الله تبارك وتعالى ببدء الحساب وهذه هي الشفاعة الكبرى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك توضع الموازين حتى توزن الأعمال قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القصطة ليوم القيامة توزن الأعمال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ففي ذلك اليوم توزن الأعمال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فعلينا يا عباد الله أن نستعد لهذا اليوم بالعمل الصالح وباتباع كلام الله تبارك وتعالى وبتقديم كلام الله تبارك وتعالى على كلام غيره وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبأن نحسن العمل حتى نلقى الله تبارك وتعالى وبإذن الله سنكمل بعض هذه المشاهد في الخطبة الماضية الخطبة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله